يعني أمام كل عامل أجنبي في المشاريع الاستثماري لازم اثنين عمال عراقي نتخص احنا بدأنا بالتضييق على الشركات الأجنبية وخصوصا الكبرى منها وعلى سبيل المثال الشركة الكورية في مصفى كربلاء شركة هونداي وجهنا كتب إلى البنك المركزي والأمصرف الرافدين والرشيد والتي بي آي وأوقفنا كل معاملاتها المالية قبل حوالي ثلاثة أشهر حتى أن ذلك كاد أن يؤخر استتاح المصفى وتعرضنا على ضغوط شديد طبعا لأن الحق باحتوارنا ندافع عن حقوق أممالنا عن حقوق الأممال العراقيين لأن هذه الشركة من عام 2019 إلى عام 2023 لم تسجل ولا عاملا واحدا في الضمان الاجتماعي وبالمقابل لم تشغل مقابل العامل العراقي لعدة سنوات توقفت اللجانة التفتيشية أو منعت من الدخول إلى هذا المصفى طبعا تعرضنا إلى ضغوط حتى من أطرافنا العراقية باعتبار المصفى طبعا هو وصف عظيم ويعتبر في اتتاحها إنجاز كبير للحكومة العراقية الحالية والحكومات التي سبقتها العاملة في هذا المصفى لكن لأننا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن حقوق الناس استمرينا في تأدية واجبنا وفعلا حصلت أكثر من جولة مفاوضات بين الشركة الكورية على أساس ذلك قدمت الشركة الكورية الكثير من التسهيلات منها بناء مركز تدريب مهني من 22 قسم سيبناء مركز كوري سيبناء في محافظة كربلاء والأخ محافظة كربلاء مشكورا تبرع بالأرض لبناء هذا المركز وكذلك دفع المستحقات المتأخرة لمدى ثلاث سنوات تدفع إلى صندوق ضمان وتقاعد العمال هذه واحدة من الأمثلة ومثلا التقيت أنا بالسفير الكوري تحدثت معه بشكل مباشر أن هناك ثلاث شركات كورية كبيرة أو ثلاث مشاريع تديرها الشركات الكورية مصفا كربلاء ومشروع بسماء السكني ومشروع ميناء الفاو في البصرة وهذه الشركات تخالف القوانين العراقية فيما يتعلق بتسجيل العمالة وتشغيل العمال العراقيين وتحدثت مع السفير بالشكل الواضح أن الشركات الكورية اللي لم تلتزم فإننا سنطبق عليها القوانين العراقية النافذة هذه الضغوطات كبيرة جاءت ببعض أكلها ولازمنا مستمرين فيما يتعلق أيضا بالعمالة الغير شرعية الموجودة بالتنسيق بينه وبين وزارة الداخلية قدمنا طلبا مشتركا إلى مجلس الوزراء بإصدار عفو بعنوان تصحيح وضع العمالة العربية والأجنبية ما الغاية من هذا الفعل حتى يتقدم أصحاب العمل بتسجيل عمالهم العرب والأجامل لدى دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى نعطيهم تصريح عمل وبيناء على هذا التصريح يأخذون تصريح أقامة من وزارة الداخلية وبخلافه أعطينا مهلة 45 يوم ستنتهي يوم 19 من هذا الشهر مع نهاية هذه المهلة سنسير حملات تفتيش مشتركة بين العمل والداخلية وأي عامل أي رب عمل يخفي عاملا ولم يقدم تسجيل رسمي له سيتعرض إلى غرامات كبيرة وإبعاد للعامل ومنع دخول العراق لمدة أتقل على خمس سنوات بينما من يتقدم لتسجيل العامل كان التسجيل من اليوم ونص خفضنا إلى 350 ألف تسهيلات وبالمقابل حينما يسجد العامل وهو يعمل في شركة طبعا مقابلك لشغل عامل العراق اشتركوا في القناة